السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله حنتكلم على كلمة مهمة جدا مش هقول بقى زي بعض الناس ان انا بشوف ناس بتغلط فيها كتير او علموها لنا غلط في المدرسة لا يلا بينا نتعلمها مع بعض الكلمة هي بلاست اللي جاية من الورب بلاس فهي ولا الموضوع يبتدي ان انت لازم تعرف ان ال اي دي الزيادة اللي انت بتحطها على الورب عشان يبقى past and past participle ال اي دي دي نطقها ممكن يخدعك طيب هي لها كم نطق لها تلاتة نطق add d t يبقى قلهم معاية تاني كده add d t طيب جميل هميز مين فيهم او انت مين ازاي اولا لازم تاخد خطوة قبل كده وهو ان انت تعرف ان ال letters او ال انجليش letters او انجليش لالرز بتنقسم الى جزئين رئيسيتي طبعا كلنا عارفين التأسيم العادي اللي هو vowels and consonants اللي هم الخامسة vowel أو الحروف اللي بنقول عليها باللغة العربية متحركة والحروف الساكنة ولكن لابد أن يصلك تقسيم آخر وهذا التقسيم voiced and unvoiced sounds voiced and unvoiced أو بدل ما نقول unvoiced ممكن نقول voiceless الاثنين تمام بمعنى أن هناك حروف صوتية وحروف غير صوتية طب إيه هي هذه الحروف ولي سموها كده هذه الحروف اللي هي طبعا خلينا احنا بنتعامل مع أصوات فخلينا نتحدث عن الأصوات هذه الأصوات اللي أنا قلتها لحضرتك دي بنسميها voiceless voiceless أو unvoiced يعني إيه يعني اللي هي الأحبال الصوتية لا تشترك في هذه الأصوات جرب معايا كده وحط صباعك على على يعني تفاحة آدم كده في الزور تمام وقول ما فيش أي حركة لا تشترك أبدا هذه الأحبال الصوتية لا تشترك أبدا هذه الأحبال الصوتية إذن الأحبال الصوتية إذا اشتركت في الصوت يطلق عليها واست أقدر استفاد إزاي من هذه القاعدة أو بنقولها ليه ما هو إذا قلنا فيه قاعدة أو فيه تأسيم جديد أو فيه حاجة جديدة لازم تتعلمها يبقى إذا لابد أن إنت هتبني عليها أمور أخرى طب إيه هي الأمور دي يا جماعة الأمور دي هي أن إنت النطق عندما تنطق الد أو الت الفاينال إي دي الد voiced sound voiced sound تمام الد voiced sound والت unvoiced الد الد والت إم تنطق الد الد في حالة واحدة بس إذا انتهى الفرب بتي أو دي أو ت sound د في هذه الحالة بتقول الد زي مثلا wanna wanted wanted want wanted sound sounded sounded need needed needed يبقى إذا فخلصنا إن أنت ما بتقولش ايد إلا إذا كان الفرب أخره دي أو ده ساوند أو تا ساوند لو الفرب أخره ده ساوند أو تا ساوند بتقول ايد فيما عدا زارك بتقول د أو ت طب بتقسمهم ازاي إذا كان الورب آخر voiced sound إذا كان الورب آخر voiced sound صوت منطوق وفي vibration يبقى هتستعمل د sound في الآخر لو الصوت ده unvoiced sound زي اتفقنا P, K, T, SH اللي ممكن تلخصهم يعني لو مش قادر تحفظهم احفظهم في كلمة مثلا فكسبا fish ده لو انت يعني الموضوع صعب معك جدا في حكاية قياسهم بالvibration أو حفظهم حفظ طبيعي أنا عن نفسي ما بحفظهمش أنا دايما بقيس على unvoiced بطريقة أوتوماتيكية بتيجي معايا من غير محسبها إيه اللي بييجي معايا إن أنا الصوت ilvoiced بحط له da ilunvoiced بحط له ta يعني مثلا الverb walk walk اللي هو يمشي بقول walk walked walked examples on verbs that end with the or the sound أمثلة على أفعال بتنتهي بحرف T أو D أو صوت T ودي ودي وحننطق فيهم الفاينال إيدي إد wanted and did me did examples on verbs that end with unvoiced sound hope hoped laugh laughed fax faxed wash washed watch watched like liked examples on verbs that end with voiced sound so the final ed will be the sound play played allow allowed big big agree agreed agreed answer answered love loved open opened plan planned طيب المعلومات اللي حضرتك عرفتها دي معلومات جميلة وأنا عارف أن حضرك مقدرة تمام التقدير وهتعمل subscribe للشانل بتاعتنا عشان تستزيد من المعلومات ولكن هل هذه المعلومة كاملة؟ لا المعلومة دي مش كاملة لأن ينقصها معلومة مهمة جدا أضف إلى معلوماتك in the final ed اللي بتخلي past والpast participle ساعات past participle than نفسه بيستخدم كأجكتف كصفة تمام ومن ضمن أهم هذه الصفات شيوعا مثلا interested 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 وبعدين تقول interested اللي هي كأجكتف طيب إيه بقى علاقة blessed وبلاست بالموضوع العلاقة إن أي adjective أو أي past participle مستخدم كأجكتف لازم حطنت final ed 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 يعني interested blessed blessed يبقى كلمة بتتقرى إيبقى blessed كأجكتف كصفة ولكن عندما تستخدم كتصريف تاني أو تصريف تالت سواء past أو past participle يبقى حتنتها حسب الرول السابقة إلي إحنا خدناها وتقول blessed blessed The following ed words used as adjectives are pronounced with id sound الأمثلة التالية على كلمات بتستخدم هي past participle ولكن بستخدم كصفة وبالتالي ما بالقعش للرول اللي هي بتاعت الإيدي أو الإد والد والد والت The sound The sound وما لحنقولها إزاي حنقراها إد كأن الفرب منتهي بده بده or the sound I'm sorry أعجي 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 أ شكرا